اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعا بالجهود الطيبة التي يظلها مصرف البحرين المركزي لتمكين مملكة البحرين من الحفاظ على مكانتها المالية ومتنة اقتصادها في ظل ما يمثله قطاع الخدمات المالية من اسهام اساسي في خدمة الاقتصاد الوطنية تبارك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير هذا اليوم عضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي والإدارة العليا وعدر من المسؤولين بالمصرف حيث تشرف سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بهداء جلالة الملك المفدى الميدالية التذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين على إصدار الدينار البحرينية عام 1965 وقد أثنى جلالة العهن المفدى على الجهود الموفقة التي ولي مثلها أعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي والإدارة العليا والمسؤولون في المصرف لخدمة مملكة البحرين وتعزيز مركزها المتميز في القطاعات المالية والمصرفية مؤكدا جلالته الدورة المهمة الذي يطلع به مصرف البحرين المركزية لارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي وجذب الاستثمارات منويها حفظه الله بالسياسات النقدية لمصرف البحرين المركزية والتي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتي تصب في صالح تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي متميز الخدمات المالية والمصرفية وقد أكد جلالة الملك المفدى على استمرار مملكة البحرين في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتنوع أدواتها وتحفيزها تحقيقا للنمو المستدام بما يدعم الموقع المالي والاقتصادي الحيوي للمملكة ويصب في توجهاتها الرامية نحو تأكيد مكانتها في القطاع المالي والمصرفية متمنيا جلالته لعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي والإدارة العليا كل التوفيق وسداد اشتركوا في القناة